هنا درار المسائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم سبحانه هو القائل عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في بر بر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة اللهم أمين يا رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة أهلا ومرحما بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسن وصفات العلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين إخوة الإيمان وإحبة الإسلام أبدأ مستعينا برب عز وجل في لقائنا السابع مع لقاءات العقيدة في درر المسائل فأول مسألة نتكلم عنها اليوم هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت هل يجوز لإنسان أن يدعو على نفسه بالموت مثلا الإنسان بطليا بمرض وليكن عفان الله وإياكم فشل كلوي كبد سرطان سكر ضغط قرح في الماعدة شلل في الأطراف الأربعة إلى غير ذلك مما يبتلى به عباد الله أسأل الله تعالى أن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية ما حيين أبدا قل أمين يا رب يعني طيب وأنتم تعلمون أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع منهم من هو ساخط ومنهم من هو صابر ومنهم من هو راض ومنهم من هو شاكر فالصخط حرام والصبر فريضة فإن الله تبارك وتعالى قال فيما تعلق بالصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أما الرضا والشكر فمستحبان ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه صراء شكر وإن أصابه ضراء صبر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعلم أن الناس عند المصيبة أيًا كانت على أربعة أنواع الأول ساخط وهذا حرام والثاني صابر وهذا فريضة والثالث راض وهذا مستحب والرابع شاكر وهذا مستحب فهل إذا ابتلي الإنسان بمصيبة جاز له أن يتمنى الموت الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به قلت فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يسأل الله الهداية والثبات أي نعم هذا هو الوجب هذا من نسبتي للمسألة الأولى يا أيها المرضى أنتم من أهل الأجر أنتم من أهل الثواب أنتم من أهل رفعة الدرجات ما دمتم آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره ما دمتم رضيتم بما قسمه الله لكم ما دمتم احتسبتم ما ابتليتم به وطمعتم في رفعة درجاتكم وتكثير حسناتكم ومحو سيئاتكم فأنتم عند الله أهل قبول بإذن الله نعم وأما المسألة الثانية في المسائل العقيدة اليوم واحد مثلا يدعو يقول اللهم اغفر لي إن شاء الله اللهم ارحمني إن شاء الله اللهم نجح ولدي إن شاء الله هل يجوز أن يقول إن شاء الله في الدعاء الجواب لا ينبغي الإنسان إذا دع الله سبحانه وتعالى أن يقول إن شاء الله في دعائه بل يعزم المسألة بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله سبحانه وتعالى لا مكرها له وقد قال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم وهو القائل عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة وحينئذ لا حاجة إلى أن يقال إن شاء الله لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد للدعاء فإنه يجيبه إما بمسألته وإما أن يرد عنه شر الإنسان إذا دع الله سبحانه وتعالى إما أن يستجيب له فورا وإما أن يرفع عنه مصيبة كانت نازلة عليه فرفعها الله بفضل ثم بركة دعائه وإما أن يدخر له الدعاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلم سليم ومن هنا فإني أذكر نفسي وإخواني بقول من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ما الذي يعمل إيه ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا مكره له فإن الله تعالى لا مكره له إذن لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وإنما عليها أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله لا مكره له فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله إذا دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم على مريض كان يقول له لا بأس طهور إن شاء الله أين عم فنقول بلى ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء وإنما أنتبه وإنما هذا من باب الخبر والرجاء إبقى هذا ليس من باب الدعاء وإنما هو من باب الخبر والرجاء فإن الدعاء من آدابه أن يجزم به المر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم إبقى خلاصة القول إيه هناك من الناس من يقول اللهم اغفر لي إن شاء الله اللهم نجح ولدي إن شاء الله اللهم اشف زوجتي إن شاء الله نقول له لا تقل إن شاء الله فالذي قال في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالاستجابة فما دام الأمر كذلك فلا تقرم بها إن شاء الله ثم إن هناك من الناس من يقول اللهم اغفر لي إن شئ اللهم ارحمني إن شئ لا ينبغي أن يقول إن شئ طب عليه أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله تعالى لا مكره له فإن الله تعالى إيه لا مكره له طيب وأما الذين يقولون أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل على المريض لا بأس طهور إن شاء الله نعم هذا من باب الخبر والرجاء وليس من باب الدعاء هذا من باب الخبر والرجاء وليس من باب الدعاء المسألة الثالثة بارك الله فيك قولة بعض الناس اللهم اغفر لي إن شئ أو اللهم ارحمني إن شئ أي نعم وقلنا لا يقول إن شئ طيب ماذا تقول في الدعاء الذي حينما يأتي الصائم ليفطر يقول ذهب الضمأ وبتلة العروق وثببت الأجر إن شاء الله أقول إن هذا الحديث ضعيف والحديث الضعيف معلوم لا يؤخذ منه الحكم وإنما الحكم يؤخذ من الآية القرآنية أو الحديث الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره وعندنا من الصحيح والحسن ما فيه غنية عن الضعيف وأما الضعيف فلا يستدل به وإنما بارك الله فيك أي نعم وإنما بارك الله فيك عندنا من الصحيح ما فيه غنية عن الصحيح ثم بارك الله فيه ثم بارك الله فيك إن شئتا ويرد على ذلك أن هذا يفيد أن قول إن شاء الله منهي عنه لكن دون قول إن شئ فكيف يكون منهيا عنه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثاني الذي ذكره السائل إن كان فيه نظر وإن كان فيه نظر من حيث الصحة لكن ثبت بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أراد أن يعود المريض لا بأس طهور إن شاء الله وهذه الجملة وإن كانت خبرية فمعناها طلبي هذه الجملة وإن كانت خبرية فمعناها طلبي والجواب أن هذه الجملة مبنية على الرجاء لأن يكون المرض طهورا من الذنب أي رافعا للدرجات مكفرا للذنوب مكثرا للحسنات فكلمة ذاب الضمع ثلاث الرؤو كلمة وثمت الأجر إن شاء الله هذا على سبيل الرجاء هذا على سبيل الرجاء في قول من قال أن الحديث حسن إينا طيب ثم ماذا ثم بارك الله فيك لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له سبق أن ذكرت أن الله سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد الموحد الذي مطعمه حلال بشربه حلال بلبسه حلال ويدعو وهو موقن بالإجابة فالله تعالى يستجيب منه إما أن يستجيب فورا وإما أن يرفع عنه مصيبة كانت نازلة فرفعها بفضله ثم برك الدعائه وإما أن يدخل له هذا الدعاء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطل الله بقلب سليم والمتأمل في الآيات القرآنية الكريمة يجد أن الله تعالى قال في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر اسمع ربنا يقول للرسول إيه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الروح ربنا يقول للرسول إيه قل الروح من أمر ربي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر يسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسف يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند Rab يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض كلما قال يسألونك قال قل قل أما حينما وصل إلى الدعاء والعبادة قال وإذا سألك عبادي عنه هل قال له قل لا إنما قال فإني فاء للتعقيب وإن للتوكيد أي لا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون خلاصة القول أيها الموحد يا من طعامك من حلال وشرابك من حلال ولباسك من حلال ومسكنك ومركبك من حلال وتتحرى أوقات الإجابة كما بين الآذان والإقابة وفي السجود وعند نزول المطر وفي الثلث الأخير من الليل وفي ساعة الإجابة يوم الجمعة من عقيب العصر إلى غروب الشمس وعند سفرك في أسفل الطاعة وعند فطرك وأمتصائم ويوم عرفة وما شاكل ذلك من هذه الأوقات التي يتحرى فيها إجابة الدعاء أنت يا موحد يا محافظ على تكبرت الإحرام الصلاة الخلف في الجماعة أنت يا من طعامك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك حلال وتدعو أن تموقن بالإجابة وبدأت بالحمد والثناء الجميل على الله تعالى وصليت وسلمت على رسول الله صلى الله وسلم دعاوك مستجاب فإن لم ترى ذلك بأم عينيك فورا فاعلم أن هناك مصيبة كانت نازلة فرفعها الله عنك بفضله ثم بركت دعاءك أو يدخل الله لك الدعاء إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم طيب بعض الناس بيستظرف يعني بفكر دمه خفيف أي نعم وبيدعو دعاء متكلفا فمثلا يعني والعياذ بالله يقول مثلا يدعو لمدرس اللغة العربية فيدعو لمدرس اللغة العربية يقول اللهم اجعلني فاعلا للخير يقول اللهم اجعله فاعلا للخير ومرفوعا عنه الشر يقول اللهم اجعله فاعلا للخير مرفوعا عنه الشر يقول اللهم اجعله مستقيما في حياته ولا تجعل الدنيا حادة عليه يقول اللهم اجعله لمدرس الجيولوجيا يقول اللهم ابعده عن العوامل المؤثرة في النفوس واجعل في حبك له بركات وكلماتك ايه زلزالا واجعله من معدن صلب وصخر قوي واجعل له صلابة عليه هذا الكلام لا يجوز لماذا لا يجوز ان هذا كلام فيه تنطع هذا كلام فيه تنطع وفيه تندر والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون وهذا الدعاء لا ينم انه خرج عن رجل او امرأة عندها او عنده افتقار الى الله عز وجل وعنده خوف ورجاء فعلينا ان نترك هذه المعاني الفاسدة كما يظهر في دعاء مدرس الجيولوجيا اللهم ابعدني عن العوامل المؤثرة في النفوس واجعلني في حبك بركانا ولكلمتك زلزالا واجعلني من معدن صلب وصخر قوي واجعل لي صلابة عليه هذا كلام مرفوض وهذه معاني فاسدة والنصيحة ان يتقي الله الجميع ويخاف من مقام الله ولا يتخذ ايات الله هزوة ويعلم ان مقام الرب جل وعلا عظيم ولا يخاطب بمثل هذه الكلمات السخيفة نعم ثم بعد ذلك معنى الاخلاص الاخلاص هو ان يقصد المرء بعبادته من صلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج وذبح ونذر واستغاثة وحلف وطواف وعياذ ولياذ وحب ورجاء واستعانة وغير ذلك يقصد بهذه العبادة وجه الله الكريم والتوصل الى دار كرامته واذا اراد العبد بعبادته شيئا اخر فهذا فيه تفصيل اذا كان العبد يريد التقرب الى غير الله تعالى في هذه العبادة ونيل الثناء عليه من المخلوقين فعمله محبوط وهذا يعد من الشرك لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم الحديث ابي هرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزيز عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه والقسم الثاني ان يقصد باعماله الوصول الى غرض دنيوي كالرئاسة والجاه والمال دون التقرب بها الى الله تعالى فهذا عمله حابط لا يقربه الى الله تعالى وذلك للآية الكريمة التي بصورة هود حيث قال الله تعالى فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الآية والفرق بين هذا والذي قبله ان الاول قصد ان يثنى وان يمدح من قبل انه عابد لله تعالى واما الثاني فلم يقصد ان يمدح ويثنى عليه من قبل انه عابد لله ولا يهمه ان يثنى عليه ولكن همه ان يصل الى الالجاه او الى المنصب وكل من هما عملوه عملوه حابط الذي قصد قصد ثناء الناس ومدح الناس واطراء الناس عملوه حابط والذي قصد ان يصل بعمله الى الجاه عملوه حابط فضل سؤال فاصل ونواصل ان شاء الله والفرحة جائزة كبرى سنعود باذن الله عودنا بفضل الله حياكم الله ايها الاحبة وقد عدنا لكم بحول الله وطوله وفضله احبة في الله قلت قبل الفاصل سلمكم الله بالنسبة للاخلاص ان يقصد المرء بعبادته وجه الله تعالى والوصول الى دار كرامته واما نسأل الله السلامة الذي يقصد بعبادته شيء فهذا على اقسام قلت القسم الاول يقصد بعبادته ان يمدحه الناس وان يثنوا عليه هذا عمله حابط نسأل الله السلامة واخر يعمل العمل يقصد ان يصل الى منصب دنيوي فهذا ايضا عمله حابط وقد بيّنت ذلك بتوفيق الله واما القسم الثالث ان يقصد بعمله التقرب الى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل به كيف يعني يقصد بعمله وجه الله والغرض الدنيوي مثلا هو يريد ان يغتسل غسل الجمعة غسل جنابه ويتوضى فيقصد بذلك غسل الجمعة والوضوء ويقصد ان جسمه يتنشط اي نعم كذلك هو هيصلي يقصد ان يتقرب الى الله تعالى بصلاته ويحصل فيه ايه يحصل فيه تمرين الجسم وتحريكه كذلك هو هيصوم يقصد بالصيام التقرب الى الله وتخفيف الجسم واذالة فضلاته من باب صومه طبعا صومه تصحه لا يصحه حديثا لكن يصحه معنى اي نعم كذلك يحج بيت الله الحرام فيقصد بذلك ان يتقرب الى الله وتعالى ويشاهد المشاعر فهذا معنى ايه معنى ان يقصد بعمله التقرب الى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها مثل هذه الامثلة التي ضربت بعضها على مسامي حضراتكم الان اي نعم فبارك الله فيك اذا غلبت نية التعبد على النية الاخرى فهذا ان شاء الله طيب واذا غلبت النية الاخرى على نية التعبد فيكون العمل نسأل الله السلامة والنجا مرضودا والعياذ بالله وان تساوى الطرفان فالامر فيه نظر فنسأل الله يا اخواني ان يأخذ بأيدينا اليه وان يرزقني وإياكم الاخلاص في القول والعمل حتى تقبل اعمالنا فكلكم يعلم ان العمل لا يقبل عند الله عز وجل الا اذا كان خالصا لوجهه لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وان يكون على طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام لحديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فضلا على ان يكون بالمصارعة لقوله تعالى ولا تني في ذكري وان يكون بالقوة لقوله تعالى يا يحي اخذ الكتاب بقوة وبالحب والذل التامين لله تبارك وتعالى طيب المسألة بعد ذلك مذهب اهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء مذهب اهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء طيب من اهل السنة والجماعة عكس اهل البدعة والفرقة فالسؤال الآن ما ماذا بأهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء يا إخواني اختلف أهل العلم هل يقدم الإنسان الرجاء أم يقدم الخوف الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدة فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء قال رحمة الله تعالى عليه فأيهما غلب هلك صاحبه لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله إن غلب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله وإن غلب الخوف وقع والعياذ بلا في القنوط من رحمة الله ولذا فإن بعض العلماء قال ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة وتغليب الخوف عند إرادة المعصية لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن فينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول وإذا هم بالزنا بالسرقة بالرشوة بالنظر إلى النساء هم بمعصية فينبغي أن يغلب الخوف لألا يقع في المعصية وهناك آخرون قالوا ينبغي للصحيح صاحب الصحة والعافية أن يغلب جانب الخوف وينبغي للمريض أن يغلب جانب الرجاء لأن الصحيحة إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله تعالى وهو يحسن الظن بالله عز وجل وهو المسألة التي بعد ذلك هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله عز وجل أولا إيش معنى الاستعاذة؟ أعوذوا معنى ألتجئوا أحتمي أعتصم معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأحتمي وهناك من أهل العلم من قالوا أن هناك عياذ ولياذ وقالوا أن العياذ أن تطلب من الله تعالى دفع الشر واللياذ أن تطلب من الله تعالى جلب الخير وهناك من تعقب هذا القول نعم على كل حال أعوذ معنى أحتمي وأعتصم وألتجئ فهل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله؟ نعم كلمات الله عز وجل صفة من صفات الله أيها ولهذا استدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اسمع لم يضره شيء حتى يرتحل لم يضره شيء حتى يرتحل يعني مثلا واحد يسوق سيارة نقل كبيرة وينتقل من بلد إلى بلد مسافة ألف كيلو فمجأ ثلاثمائة كيلو ويريد أن ينزل في مكان ليستريح ويناب عليها أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحية لا تقترب منه أو الثعبان بفضل الله أولا وآخرا ثم بركت هذه الكلمة النبوية أنا وهي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا على سبيل المثال وليس الحص طب ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك فخلاصة القول هل يجوز للإنسان أن يستعيد الكلمات التي تم نعم يجوز ذلك لأن كلمات الله من صفاته طيب المسألة التي بعد ذلك اتخاذ الأسباب اتخاذ الأسباب هل ينافي التوكل ربنا عز وجل قال ومن يتوكل على الله إيه فهو حسبه أي فهو كافيه فالأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل بارك الله فيك الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل طيب ليه صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام نكران السبب نكران السبب طعن في الشريعة طيب والاعتماد على السبب شرك والتوكل الذي أمرنا به أن نأخذ بالأسباب الأسباب الشرعية ولا نعتمد إلا على الله تبارك وتعالى فالأصل أن يعلق المؤمن قلبه بالله عز وجل وأن يصدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار فإن الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فضل فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حياكم الله اللهم اجعلنا ممن يخافونك رغبا ورهبا آمين يا رب العين فإنا نحب لقاءك واجعل خوفنا هذا خوف مقامك العظيم ولمن خاف مقام ربي جنتان واجعلنا ممن كتب في قلوبهم الإيمان وممن هدوا إلى الطيب من القول وأن على حمل الأمانة بأمانة فإنها ثقيلة وكان الإنسان ظلوما جهولا عندي سؤال يا شيخ رب ظلي أيهما أشد سورة تتحرك وتتكلم وروح بداخلها عبر الشاشات أم سورة فوتوغرافية بلا روح أنا لا أنكر الضرورات تبيح المهدورات ما حكم الثور المتحركة الناطقة عبر الشاشات وفي هذا الزمان ما هي الأشياء التي نقف أمامها ونقول الضرورات تبيح المهدورات نفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا الجواب بالنسبة للصورة التي على الشاشة مجرد أن يقوم اختفت هذه واحدة الثانية الصورة التي على الشاشة إن كان هناك من سيعلم التجويد ومخارج الحروف ويعين الناس على حفظ القرآن وآخر يعلم يفسر القرآن وذاك الحديث والمصطلح والفقه وأصوله والسيرة وفقه والنحو والبلاغ والأدب والصرف وما كان على شاكلة ذلك من أمور العقيدة أمور التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء والبراء وحب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وغمر ووثمان وعلي ومسائل الإيمان وما كان على شاكلة ذلك من علمائنا ومشايخنا فهذا أمر ينفع وفيه الخير وأما الصورة التي للذكرى الخالدة كما يسمونها ويقولون عليها فهذه لا تجوز لحديث النبي في الصحيح مسلم عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة إلا إذا كانت الصورة لضرورة كجواز الصفر والبطاقة ومكان على شاكلة ذلك الله أعلم فضل فضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يا شيخنا وفيه سؤال كده بسيط كيف أصوتك السلام تعطي الله تقديم الغاز اللي طبيعي يوصل عندنا وإنما رحنا نقدم في نظام إست وفي نظام كاش نظام الإست دوت على 12 شهر أو على سنتين زي ما انت عايز يعني كان نبينه النظام الإست ده يعني ما يجس يعني فإحنا بالنسبة للموضوع الكاش مش متادرين يعني طيب سؤالك إيه يعني أنتك ينفع أقدم بالإست ولا ما نفع شي الوقتي مثلا المبلغ اللي انت هتدفعه ألف جنيه قص لا أدفع المبلغ ألف ونص طيب المبلغ ألف ونص فلو دفعت هدفع مقدمة مي جنيه وعلى 12 شهر مثلا هيبقى مثلا في بتحوالي مثلا ربعمائة جنيه زيادة أو خلسونة جنيه زيادة طيب الوقتي مثلا الألف وربعمائة هيصيروا ألف وثمانمية طيب إنت سلمك الله هتسدهم مثلا في 18 شهر كل شهر مثلا مي جنيه لو 18 شهر صاروا 25 يزيدون المبلغ ولا يبقونه على ما هو عليه لا هو يا أنظمة النظام التي بتشترك عليه بتستمر عليه أنا فاهم أنا يا أخي الكريم أنت الوقتي المبلغ ألف وخمسون جنيه أنت دفعت مي جنيه هيزوده مي جنيه من أجل أن أنت هتعمل المبلغ بالأقصاد بألف وثمانمية الألف وثمانمية أنت ستسددهم على 18 شهر كل شهر من جنيه لو 18 شهر حصل عندك إجهاد اقتصادي وصاروا 25 شهر يعني زادوا 7 أشهر هل يزيدون المبلغ أم يبقونه على ما هو عليه ده ما سألتش فيها ما سألتش فيها على كل حال إذا كان يبقونه على ما هو فلا يحرج وإذا كان يزيدون فيكون ربا ولا يجوز والله أعلم ويكونوا من هذا قد أجبتك على الأمرين لو أنا قدرت أدفع الاسط كامل وما أتأخرش فالشهر في مشاكل المبدأ الذي انطلق منه مبدأ رباوي إن كان هناك زيادة على المتأخر فيكون حين ذلك حرام الله أعلم نعم طيب ثم ماذا هذا فيما يتعلق بأمر الأسباب أي نعم وبالنسبة بارك الله فيك ما زال الكلام موصولا بحكم التعلق بالأسباب حكم التعلق بالأسباب وأنا أرجو أن تنتبه جيدا لهذه المسألة لأنها مهمة جدا حكم التعلق بالأسباب حكم التعلق بالأسباب الناس في ذلك على أقسام القسم الأول يعني يكون تعلقه بما ينافي التوحيد في أصله وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله مثل تعلق بعض الناس بالبدوي والحسين والسيدة والدسوق وما كان على شاكلة ذلك فهذا شرك أكبر والعياذ بالله والله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والقسم الثاني بيعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله تبارك وتعالى فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج عن الملة لأنه اعتمد على السبب ونثي المسبب وهو الله تعالى أما القسم الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء قطع ولو شاء لأبقاه وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله عز وجل فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل فمثلا كان يرتدي الخوزة والدرع في الحروب وهو يعلم أن النصر من عند الله وأن الأجل له لحظة معينة سينتهي فيها ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب من باب قوله وعد لهما استطعته من قوة من رباط الخير إينا فكان يلبس الخوزة على رأسه عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع عليه الصلاة والسلام فهذا يعد أخذ بالأسباب وحفره للخندق في غزوة الخندق حينما أشار سلمان الفارسي الصحابي الجلبة هذا هذا من باب الأخذ بالأسباب فصلوات ربي وسلامه عليه بعد ذلك سلمك الله حكم الرقية وحكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق المريب أيها بعض الناس يكتب آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وبعضهم يكتب صورة ياسين والقرآن الحكيم وبعضهم يكتب خواتيم صورة البقرة إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة فنقول لا ننصح بذلك لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طب اللي ثبت تضع يدك على المريض على رأسي وتقرأ المعوذتين قل أعوذ رب الفلق أقول أعوذ رب الناس أو تقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين تقرأها ثلاثا أو تقول أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن كل ذي عين ومن شر حاس إذا حسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذه الأشياء النبوية أين أما أن تكتب تعلق في رقبة المريض فلا تفعلها عبد الله أي نعم وكذلك من الأشياء النبوية ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله تعالى إلى غير ذلك كان يضع المريض يده على المكان الذي يؤلمه ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات أين أو يضع يده على المكان الذي يؤلم ويقول اللهم أذهب الباس رب الناس اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه سبع مرات هذا يا إخواني هو الوارد بارك الله فيه طيب هل الرقية الشرعية التي هي من القرآن الكريم أو من صحيح السنة النبوية المطهرة تنافي التوكل الرقية الشرعية لا تنافي التوكل بل فيها صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى لأن الله تعالى ربط المسببات لأن الله تعالى ربط المسببات بإيه؟ بأسبابها أي لعم وأعظم الناس توكلا على الله هو النبي عليه الصلاة والسلام فكما سبق أن بيّنت أنه كان إذا خرج إلى الحرب عليه الصلاة والسلام يلبس الدروع ليتوقى بها من السهاب وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين أي لبس الدرعين عليه الصلاة والسلام كل ذلك استعدادا لما قد يحدث ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات أي نعم وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مريضوا تقرأ بالقواقل هل تعرف القواقل القواقل بارك الله فيك قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس اسمها القواقل حيث بدأت بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وكان في زمن مضى القذافي أفضى إلى ما قدم أتى عليه وقت كان يقول يا أيها الكافرون يا قذافي قل يا أيها الكافرون قال إن الله تعالى كان يقول لمحمد فليس هناك داعي أن نقول قل وإنما نقرأ مباشرة يا أيها الكافرون وكان يقول هو الله أحد يا قذافي قل هو الله أحد فكان يقول هذا كان للرسول ونحن نقول هو الله أحد أعوذ رب الفلق أعوذ رب الناس وهذا لا شك أن الزيادة في القرآن الكريم أو النقصان من القرآن الكريم والعياذ بالله كفر نعوذ بالله من ذلك وكتب العلمة الرد الشافي على أباطيل القذافي فنسأل الله أن يهدي الحكام وأن يهدي المحكومين إلى اجتماعهم على الكتاب الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف هذه الأمة نعم أيها الأحبة وأما بالنسبة للتمائم والحجب وتعليقها التمائم والحجب وتعليقها فهذه المسألة تنقاسم إلى قسمين أن يكون المعلق من القرآن الكريم وقد اختلف أهل العلم في ذلك سلفا وخلفا فمنهم من أجاز لقوله تعالى من صورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين وقوله تعالى من صورة صاد كتاب أنزلناه إليك مضارك الآية وإن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لا بد أن يكون السبب سبب شرعي ليدفع به السوء وهذه الأشياء بارك الله فيك يعني توقيفية فالوارد بارك الله فيك الرقية وليس التعليق وهناك من يعلق شيئا من غير القرآن الكريم ومن غير صحيح السنة مما لا يفهم معناه فهذا لا يجوز بكل حال لأنه لا يدرى ماذا يعني كتب على كل حال إذا كان حاجة من القرآن فهذا محل خلاف منهم من أجاز منهم من منع والراجح المنع وهناك من يعلق شيئا من غير القرآن وهذا قطعا حراب ويفضي إلى الشرك والعياذ بالله ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقال من علق تميمة فقد أشرك أي نعم وشكر الله لكم حسن متابعتكم وفي نهاية هذا اللقاء أتقدم إلى شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر أنا الجنيدي ووالدنا الكريم عم الشيخ شاكر الجنيدي وأبنائه جميعا بالعزاء في فقيدة والدة الدكتور عبد الله بن شاكر فأقول له إن لله ما أخذ ولهما أعطى وكل شيء عندهم مقتار فلتصبر ولتحتسب والله أسأل بأسماء الحسن صفات العلا أن يجعل والدي ووالدتك من أهل الفردوس الأعلى من الجنة فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله الأمن استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته درار المسائل في الشريعة فقه